تستمر منافسات أولمبياد باريس 2024 التي انطلقت في الـ 6 والـ 20 من يوليو حتى الـ 11 من أغسطس بمشاركة أكثر من 10 ألاف رياضية من 206 دول في 32 رياضة مختلفة وشهدت المنافسات مشاركة اللاعبين المصريين في عدة رياضات مختلفة مثل الرماية والشراع وسلاح الشيشة هذا وقد حقق منتخب مصر لكورة اليد فوزا ثمينا على نظريه الأرجنتيني بنتيجة 34 مقابل 27 في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بمنافسات كورة اليد بالأولمبياد ورفع منتخب مصر لكورة اليد رصيده إلى نقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية منتظر مباراة الدنمارك مع النرويج مساء اليوم وفي حالة فوز أو تعادل المنتخبين سيحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة بشكل رسمي وهو ما سيعني حينها أنه سيلتقي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى ترجمة نانسي قنقر